لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرز الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسما لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض الشرح الخاص بمنهج connect primary one الصف الاول الابتدائي term two term الثاني والنهاردة هنعمل revision جميلة وسريعة على unit 12 let's go shopping let's go shopping يعني دعنا نذهب للتسوق وزي ما احنا متعودين يكون معنا الكتاب وقلم ولو مش معنا الكتاب يكون معنا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يا اصحابي الكلمات الخاصة بunit 12 عندنا كلمة jacket jacket يعني jacket 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 عندنا socks socks يعني جوارب اللي هي الشربات socks socks عندنا كمان sweeter sweeter يعني اللي هو البلوفر او sweeter 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 عندنا كمان skirt 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 يعني جيبة skirt 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 عندنا كمان تي شيرت تي شيرت تي شيرت تي شيرت اللي هو التي شيرت اللي احنا عارفينه عندنا كمان pants 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 يعني بانطلون pants 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 عندنا كمان shoes 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 يعني حزاء shoes 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 عندنا كمان vipper 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 يعني سوستة vipper vipper عندنا كمان اللي هي البيجامة اللي احنا بنلبسها في البيت أما في الكلور يا أصحابي فعندنا الكلورز المختلفة زي يلو 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 اللي هو اللون الأصفر أورنج 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 اللي هو اللون البرتقالي غير اللون الأبيض ملو blue 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 اللون الازرق green 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 اللون الاخضر في عندنا ستوري جميلة او في يونت 12 let's go shopping او دعنا نذهب للتسوق طبعا الستوري دي اسمها tidying up tidying up يعني يرتب لما يبقى عندك حاجات كده متنعكشة ومش مترتبة احنا بنعملها حاجة اسمها tidying up يعني بنعيد ترتبها بنرتبها وبنخليها شكلها جميل ومرتب اول حاجة هنا طبعا tidying up يعني الترتيب ترتيب الاشياء put away يعني يضع الاشياء في مكانها المعتاد clothes 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 يعني ملابس please please يعني من فضلك help 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 يعني يساعد وطبعا اي حاجة اي شيء ملكي بنقول عليه my 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 يعني ملكي your 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 يعني ملكك لو ما اقولك على اي حاجة ملكك بقول عليها your your book يعني كتابك your pin يعني ألمك your family يعني أسرتك let's let's يعني هيا بنا يعني ضعنا let's let's طبعا دي الكلمات اللي جات في الستوري الجميلة اللي اسمها tidying up أو الترتيب ترتيب الاشياء عندنا كمان في يونة 12 الفونكس الخاصة بحرف الجي حرف الجي زي كلمة jump 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 يعني يقفز وزي كلمة jacket 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 يعني jacket وزي كلمة jam 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 يعني مربة وزي كلمة pajamas 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 اللي هي البيجامة طبعا احنا بننطق حرف الجي بالشكل ده جي 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 زي كلمات اللي احنا قلناها من شوية اللي هي jump jacket jam pajamas عندنا كمان الفونكس الخاصة بحرف الفي زي كلمة van 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 يعني شاحنة اللي هي العربية الكبيرة دي van 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 وزي كلمة violin 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 يعني كمان اللي هي الكمانجة اللي هي الآلة الموسيقية الجميلة violin 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 وزي كمان كلمة that 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 يعني طبيب او طبيبة بيطارية that 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 وزي كمان five 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 اللي هو رقم خمسة five 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 احنا بننطق حرف الفي v v v v v v ذي ما قلنا van violin violin that five five اتعلمنا كمان في unit 12 ازاي نسأل عن الاشياء الاشياء لو كانت مفرد او جامع مفرد بنقول عليها this هذا او هذه لو هي في مكان قريب مننا وبنقول عليها that هذا او هذه لو هي بعيدة عننا لما اجي اقولك ما هذا او ما هذه بقولك what is this what is this يعني ما هذا او ما هذه طبعا انت تعرف كده ان انا بسأل عن حاجة موجودة في مكان قريب مني عندنا حلقة موجودة مخصصة لأسماء الاشارة شرحنها لوحدها بشكل مفصل اكتر من كده وموجودة طبعا في قيمة التشغيل الخاصة بشرح connect الترم التاني فمرة تانية what is this يعني ما هذا او ما هذه وهنا انا بسأل عن حاجة قريبة مني في المكان لو هي حاجة بعيدة عني وهي مفردة يعني حاجة واحدة بقول عليها what is that what is that what is that يعني ما هذا او ما هذه لكن هنا الشيء اللي انا بسأل عنه بعيد عني في المكان هو حاجة مش قريبة مني في المكان عرفنا كمان يعني ايه vowels او يعني ايه حروف متحركة اللي هم الخمس حروف الجميلة اللي هي الخمس حروف المتحركة دي لما بيكونوا موجودين في اول اي كلمة من الكلمات والكلمة دي مفرد يعني حاجة واحدة بس مش جمع بنحط قبل منها اداة اسمها اداة النكرة بتكون آن لو الكلمة دي مبتبدأش بحرف من حروف الفاولز الخامسة دول اللي هما A, E, I, O, U بنحط قبل منها A يعني أي كلمة بتبدأ بحرف من حروف الفاولز الخمسة دول بنحط قبل منها AN لكن لما بتبدأش بحرف من الحروف دي بنحط قبل منها A زي كلمة أبل أبل يعني تفاحة لما يجي أحط قبل منها الأداة بتاعتها بقول AN أبل AN أبل يعني تفاحة تفاحة واحدة زي كلمة ice cream ice cream بحط قبل منها AN برضو فبقول AN ice cream لكن مثلا لو عندنا مثلا كلمة زي كلمة T-shirt T-shirt بقول قبل منها A A T-shirt A T-shirt لأن هي ما بتبدأش بحرف من حروف الفاولز اللي قلنا عليهم الجزء ده برضو مشروح عندنا في درس الوحد في قيمة التشغيل الخاصة بConnect الترم التاني فدي اسمها أدوات النكرة بتيجي قبل أي كلمة مفرد لو بتبدأ بحرف من حروف الفاولز اللي احنا قلنا عليهم الخمس حروف الجميلة الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U الخمس حروف دول لو موجودين في أول الكلمة بنحط قبل منها AN لو ما بتبدأش بحرف من الحروف دي وبتبدأ بأي حرف من الحروف التانية اللي بنقول عليها حروف ساكنة أو consonant بنحط قبل منها حرف الـ A فهنا مثلاً بيقول لنا It's A أو AN لو هنا مثلاً الكلمة اللي بعد كده بتبدأ بحرف من حروف الفاولز هنحط AN لو بتبدأ بحرف من الحروف الـ Consonant أو الحروف الساكنة هنحط A It's A T-shirt It's A T-shirt إنه T-shirt للسؤال عن الجمع بقى بنقول برضو What are مش what is لإن is بتيجي للمفرد What are بتيجي للجمع لو الحاجات أو مجموعة الأشياء اللي أنا بسأل عنها قريبة مني في المكان بقول These 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 يعني هؤلاء أو تلك الأشياء هنا لما تسمعني بقول These تعرف إن أنا بسأل عن مجموعة من الأشياء الأشياء دي موجودة في مكان قريب مني لكن لو هي موجودة في مكان بعيد عني الأشياء اللي أنا بسأل عنها دي بقول عليها Those Those يعني تلك برضو الأشياء بس هي في مكان بعيد عني يعني لما أقول لك What are These يعني ما تلك الأشياء هنا الأشياء اللي أنا بسأل عنها موجودة في مكان قريب مني What are These ما تلك الأشياء what are those ما تلك الأشياء برضو those هنا بتوضح لي إن أنا بسأل عن مجموعة حاجات موجودة في مكان بعيد عني طبعا اللي بيرد علي بيقول لي they are كذا they are pencils لأن هي جمع they are pencils دي أقلام رصاص they are pants دي بانطلونات they are pants إنها بانطلونات they are shoes إنها طبعا أحزية وهكذا للسؤال بمعنى هل هذا أو هل هذه بقول is this بجيب is is في الأول اللي هي بتاعت there to be واقول this هذا أو هذه وبعدين بكمل الجملة عادي فبقول لك هل هذا الجاكت بتاعك ده معناه in English is this your jacket هل هذا الجاكت الخاص بك جبنا هنا is في الأول وبعدين قلنا this وبعدين سألنا عن الحاجة اللي احنا بنسأل عنها بشكل عادي خالص this your jacket هل هذا الجاكت الخاص بك طبعا لما تيجي تجاوب علي بتقول لي yes it is yes it is يعني نعم or no it isn't أو لأ yes it is يعني نعم ده الجاكت بتاعي أو no it isn't لأ ده مش الجاكت بتاعي للسؤال بقى بمعنى كلمة هل هؤلاء يعني أنا بسأل عن أكتر من حاجة وبقول لك هل الحاجات ذي فبقول لك are these your shoes هل هذي الأحزية بتاعتك جبنا هنا are في الأول وبعدين these اللي احنا قلنا عليها هؤلاء قريب في المكان وبعدين جبت الحاجة اللي أنا بسأل عنها وقلت your shoes هل هذي الأحزية بتاعتك are these your shoes are these your shoes هل هذي الأحزية بتاعتك لو هي الأحزية بتاعتك هتقول لي yes they are yes they are نعم دي الأحزية بتاعتي لو هي مش الأحزية بتاعتك هتقول لي no they aren't no they aren't لا دي مش الأحزية بتاعتك كمان عايزين ناخد بالنا ان الجامع بتاع الكلمات بيكون في أخر s زي كلمة pants pants يعني بانطلونات shoes 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 يعني أحزية socks socks يعني شربات جوارب pajamas pajamas يعني بيجامات طبعا بنشير للحاجات الجامع بكلمة r r دي طبعا يكونوا وبتيجي مع الجامع بس ما ينفعش نقول r على حاجة مفردة لو حاجة مفردة بنقول عليها ايه يا أصحابي شاطرين بنقول عليها s يبقى لما نيجي نشاور على حاجة جامع بنقول are بنقول they are انهم pants مثلا بانطلونات they are pants انهم بانطلونات they are shoes انها أحزية طبعا الملابس المفردة او الحاجات المفردة الاشياء المفردة بنقول عليها is زي ما قلنا من شوية وبنقول عليها it it لان هي هذا او هذه لغير العاقل يعني ايه غير العاقل يعني اي جماد او اي حيوان بنقول عليه it طبعا it بتيجي للمفرد اللي هو جماد واحد او حيوان واحد وبيجي بعد منها is is يعني يكون فلما باج يقول مثلا تي شيرت سويتر جاكت سكيرت الحاجات دي طبعا جماد او غير عاقل فبنقول عليها it ولما بتكون مفرد يعني حاجة واحدة بس بنقول عليها it is a تي شيرت it is a تي شيرت انه تي شيرت طب لو انا بتكلم عن اورنج ولا ابل اورنج او ابل بيبدأوا بحرف من حروف الفاولز اللي هي الخمس حروف اللي قلنا عليهم مش هنقول a هنقول an هنقول it is an apple it is an orange طبعا ليه لان انا بتكلم على تفاحة واحدة او برتقالة واحدة ممكن كمان نقول it is a sweeter انه سويتر او جاكت صوف بكده نكون رجعنا ولخصنا unit 12 let's go shopping في الحلقة الصغيرة دي هعمل لكو حلقات مراجع سريع على كل اليونتس الخاصة بمنهج connect التيرم التاني هتنزل على طول في الايام اللي جاية لازم نكون حافظين كل الحاجات الموجودة في unit 12 كويس اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى ليه 1000 واحد استفاده او 1000 like تحت الفيديو الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته